توقف التعليم نهائيا في مدارس مدينة المخى ويختل أثناء فترة المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع حيث تعرضت الكثير منها لتدمير كلي أو جزئي ورغم ذلك عادت العملية التعليمية لنشاطها بعد التحرير مباشرة وأعاد التحالف العربي ترميم معظم المدارس التي طالها الخراب بالنسبة للمدارس التي تم ترميمها خمس مدارس الشاذي التعليم الأساسي الفقل القديد الشهيد حمود الزهراء للبنات هناك مدارس دمرات نهائيا مثل مدرسة السعيد بالمخى برضو ومدرسة الكويت الكثير من المشاكل التعليمية لتزال قائمة يأتي في مقدمتها تسرب الطلاب والتحاقهم بسوق العمل لأجل المساهمة في إعالة أسرهم الفقيرة وتلبية القليل من احتياجاتها في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها السكان والنازحون على حد سواء بالإضافة إلى انقطاع رواتب المدرسين لأشهر مما جعل بعضهم يلجأ للبحث عن أعمال أخرى نشكو من عدم وصول الرواتب وانقطعها نهائيا على مستوى الشهر السابع على التوالي هنا أيضا تتضح مدام تركته الحرب من أثر وصل إلى طريقة لعب هؤلاء الأطفال الذين جعلتهم يمارسون الاستعراضات اليومية بالسلاح تقليدا لما شاهدوه وهو ما يتطلب جهدا تعليميا وتثقيفيا مضاعفة في إطار قطاع التعليم لإخراجهم من أجواء الحرب وثقافة العنف اشتركوا في القناة